غازي العيدي برشة نستلجية في غنية ليام غازي العيدي ديما فهم برشة نستلجية خاصة في هذه شوف الحمد لله يا ربي إن شاء الله ديما نتوفقه في اختياراتنا الغنية مو سهل سيرتوه في بارشة وحسابات جديدة لكن أبليجي علينا ساعات يزبنا نمشيه شوية وراء الموضع وراء التكنيك الجديدة متاع الموزيكا وراء البيت جديد وراء الحس جديد أنا يذر لي الحمد لله معنا قاعد قريب بارشة من نحكي على الكلمة الكلمة في الايام تحسها فيها برشة حنين فيها برشة عودة للماضي عودة للايامات الحلوة لشنوة تحن غازي العيدي والله للايامات الزمانة لكل نحن لها وعليه شوف لأنه عنا ذكريات حلوة ياسر مع بلادنا ومع صحابنا ومع حومتنا ومع عائلتنا معناها أنا نقولك ساعات تهبط غنية قديمة تشوف اللي فيه متاحها على العباد معناها تحس بالحق اللي هي مست الناس على خطر روه قدموا نتقدموا في العمر أيوا قدم بارشة حاجات يظهرونها مزينين بارشة وقت اللي واحدة بالكلمة يرجع للماضي ويرجع لهمات الزمان سكور هو مش عايش بالوضع توا لا فنيا ولا حتى منعشنا حتى بصفعام اجتماعيا لا بالعكس عليش معناها معناه اللي يحب حاجة قديمة لا مش بالضرورة مش بالضرورة هالنستلجي فيها شوية من المقارنة لا والله لا بالعكس حتى التوا معناها ما يزم شوية حاجة يكونوا كلي عندوا رؤية خائبة احنا أنا نحب ديما اللي جاي خير من اللي تعدد لكن ديما عنا ذكرية حلوة وفي كل الدنيا رو ديما يحكيوا عن لي سوفنير رو معناه ما فماش حياة لي سوفنير لا هو التفقين في هذا هل أنا قلت لك المقارنة وين المقارنة ربما يجي بين وضعين بين زمانين اللي أنا نأكده لك أنه الإنسان أحسن حاجة يفكر في في اللحظة اللي يعيش فيها وحتى المستقبل مش يسر اغزر ديما للي انت فيه واحمد ربي عليه حتى فكرة ثمونتا شقود حفلة فيها غازي العيدي فيها صابر رباعي لطيفة العرفاوي محمد جبالي ونويل غشام عشرة العشرة ليها ناسة شو نقول لك وتبركلها عشرة كبيرة مع بعضنا ووالله يذي اختيار رو مش احنا رو احنا والله متقبلنا الموديل اللي فاتت معناه كل واحد داهي في نوارو اما معناها المؤسة المؤسة تنضيح الحفلات تنضيحنا متاع الوزارة مشكورين على البيدرة اللي عملوها ولموا فيها يعنيها يمكن يمكننا نقول ذوما فنانين مخذر مين شوية جاءوا بين هذوم وبين ذوما هي لموا الجيل قريبة لبعضها يعنيها يعني أنتوما هالمجموعة اللي بيشتغلني نهار 18 في كارتاج هي المجموعة اللي عاشت ومازالت تعيش وكانت في وقت ما المجموعة الفنية اللي لا مع بالجدها وقريبة لبعضها وكلنا عملنا تقريبا من نفس التجارب بين موسيقى شرقية شوف الوزارة زادة والدولة مهمتها زادة الذوق العام يظهر لي حسب اعتقادي أنا اللي لمتهم أبعضهم ذوقيا ما همش خايبي كانوا ينجم ويكونوا فهمها ناس خري لكن احترامنا للكلمة متاعنا اللي نغنيوا فيها واحترامنا للموزيكا وزاد الفرقة الكبيرة اللي هي والتي ما عاش موجودة يظهر لي وقيت بشتبه صدقتكم لبعضكم ما زالت قايمة طبعا طبعا ديما احنا عمره ما صارت بيناتنا كلمة عوضو بالله خطريتك مثلا تفعلت مع حفلة لطيفة العرفاوي في خارتاج ومع محمد ومع سابر ومع روف مهر ومع سسم ومرتظى كل تونسي أنا معاه وماذا بيه يطلع للأحسن بلاسة لأنه أول شي ساعة تونسي مول البلاد اللي هو يستحق يكون موجود واثنين نفرح وقت اللي تولي فما بارش مطربين توانسا في الصفل ولني وبهين لطيفة اللي غابت على كارتاج شوف رو غابت على كارتاج كلنا غبنا على كارتاج لاني نرجع لك لاني جايك انتي تو لطيفة تستاهل أنا بصراحة حتى مدير ما رجعنا قوله برافو لأنه عرفتوا كيفاش ترجعونا رجع باها وعملتوا حفلة باها بالعكس معناها ويجب ديري وزارة المرأة وزارة الثقافة لا لا وحتى اللي دارة المهرجان مشكورة بصراحة معناها رو قاعدين يقوموا بعمل جبار جدا وجابوا أحسن مفامة في السوق وأحسن فنانين كل سوحة في العالم العربي معناها قاعدين يعملوا ودكار متاع كارتاج معناها ما نجموش أنه ما نشكروش الناس اللي تاخدم بالجدارة وانتي كارتاج عندك تاوة تقريبا من 2009 عليه ايه عندي مديدة والغيابة ذي على كارتاج هل أنه غازي العيادي اليوم مشاه في ثنيت التلحين أكثر من التلحين والله ما بربو عليك الشكر هو رأي وفما حاجات بتاتر أنتي ما تنجم تعرفها إلا من بعد أنا فرحت بأنه غازي العيادي الملحن اللي لحن بارشا اسمه بارشا اسمه هو حتى في الحفلة اللي موجودة نارث مونتاش لحلت لهم صابر لحلت ايه معناها الحمد لله أنا كان ملحن أعملت أرقام به وفي فترة وجيزة معناها روما من 2008 حتى تقريبا 2018 لحنت براتيكمان للي موجودين حتى في الساحة العربية ايه شيرين الكل راغب نانسي وعمر ضياب البراتيك ما الكل الحمد لله عملت معهم لكن مبعد جيت نشوف نعم في حساباتي نلقى الملحن كلان مطرب اللي ده مغني هنا عملت عملت بصغيرة عملت بمعنى وقررت انك معاش لحن عملت لا مش معاش اللحن نعمل في موزيكا قديمة ودايور طوى يمكن في الفترة دي طوى عندي يمكن اللي حاضر للسنة موجود متاع خمسة ستة غنيات اللي كان فما حاجة تفرض روحها لكن بالنسبة لل الفنانين ما عادش نحب قرار هذا لا مش مش قرار اما في الفترة دي بالذات لانه سمعت برشا ناس حكيو أنا قررت مثلا سسمه اللي خداش يكسي كبير برشا من متاعنا المصري محمد احمد سعد احمد سعد بدأ ملحن عمل غناية الراغب علينا وانا اصدقاء انا في مصر كنت الراغب كل يوم وبراتيك ما عمل غناية ووقتها حتى انا حكا معايا باش انو نسمعوا حاجات معناها بدأ من بعد نسمع فيه في فترة قال لا هربت محبيتش اللي تيكات هذيك تركبني لانه صارت على فنانين مسعر واكبار ولي تيكات معناها خرجتهم شوية من السوق متاع الغناء وسيفري كي تجي تشوف تلقى فما ساعات اللي تيكات تركبت ومروين خوري ملحن كبير برش من احسن مفام في العالم العربي وهو كمغني زده مغني من احسن مفام يقدي بطريقة لكن حفلاته قليلة لانه اللي تيكات متاع الملحن لسقطه موجودة تتغى على الفنان تتغى على الفنان وانت نفس الشي وذك عليش انا توا عندي انت نفس الشي الملحن تغى على الفنان ايه تغىت علي شوية الحقيقة في الفترات اللي فاتت بكنا كثير من عشر سنين توا نحس الناس ديما غازي ياه برب يعطينا رايك في اذايا اش قولك فيه غازي بالله فما مطربة رو نحبوا ناخذولها غناية بالله رو فما فلان يكلم فيك يحب غناية من درش نو ولا تغاديك على الحكاية فهمت هذا يا باتتر يمكن اثرلي شوية على الكارير متاعي اثر على شهرتك على معرفتك على الناس لا شهرة لا لانه تبرك الله عنا اكثر من خمسة وعشرين سنوات في المهنة اما اثرتلي على حفلتي اثرتلي على وجودي في المسارح الحمد لله توا فما تقريب اكثر من عام عاود غازي يحيا شوية بكل سنجل اللي هبطت المعنى في العوامل ذي رو هبط باشا محتاجك يا بابا لين بديت بديت انا وسامير لصيف رضاية الوالدين من بعد عملت انا وعملت دي ما ننسى اسمها انا اخذيت لك مش بالترتيب اي عملت زمن المصالح انا وايمن التوا دير تعدى في مصر عملت عايشة صوفري عملت الايام عملت محتاجك يا بابا عزيزو غالي عملت بارشا بارشا غنيات هذا الكله مش يرجعني في الكورس في الكورس انك ترح تغني وتحب اليوم بيخرج الفنان مش فقط سنرمال انا عندي سنين الله وانا موجود كفنان وكمطرب والمسرح هو بالنسبة لي انا هو اهم بلاسة انا نرتاح فيها كيفية معنى اذيك بلاسة الاساسية حتى وكان اللحن يلزم نتحط لي جراد اخر عالتالحين وما اثر ليش على الكاريري مفهوم بيه نجيو للحفلة تاوب بش نحكيو لحفلة ثمونتاش ووت في حفلة تضامنية مع اهلنا في تبارقة توينس الكل مع تبارقة طبعا الحفلة ذي غاج العيادة موجود فيها شنو محضر لها والله بالنسبة لي انا ساعة اول حاجة نحب نقول ربي يلطف ببلادنا وان شاء الله اهلنا في كل بلاسة ما يصير لهم شي معنا يكونوا مأمنين وسالمين والبادرة هذية اللي تعاملت رأي حب معنا فيها برش حب وبالنسبة لنا احنا بش نغنيه شوية اغاني انا بتبقية الحال لانو الوقت مش بش يكون عندي تويل يسر بش نغني كل ما عندي ولا نغني برشة بروغرام ما عندي وقت بش نغني فيها احلى اغاني احلى اغاني لكن انت عندك اليوم علاقة تفضل ايا في غنيات معنا تقول هذي من احلى مغنيت لا هو فما غنيات نجح على غنيات نلقف لك على الكلمة رأي انا غازي رو لا لا بالعكس رأي الاختيارات سعاد رأي معنا الاختيارات لا يعني هاني انا حاولت لك الكلمة الاسؤال اليوم عندك غنيات تقول هذي احلى مغنيت اي انا بالنسبة لها اي سعادة نقول هذي احلى من هذي تعجبني انا مثلا مثلا نقول حبيت زماني واحدة من الاغاني الي البراتيك مال طوى الناس كل تطلبها مني في اي بلاسة الي هي الغنية عمرها فوق العشرين سنة بحي بحي اعطي رفلك كيف كيف في كل بلاسة نجي نلقى مشتبعنا حاجة زادة كلاسيك على الاخر نلقى بنت الناس نلقى رضاية الولدين فهم اغنيات اللي هما رم اركاب البرشة الغنية وهذاك تقول عليهم احلى ما غنيت هذوكم ما نقولش احلى خطر كل اغنية غنيتها اللي احلت في عيني متفخين ثم شوية تفاضل مثلش هذو مش يكون موجودين في حفلة ثمنتشقود اي باش نعمل تنويع بين جديد والقديم اي باش نعمل مجموعة من الاغاني صاحبة الفرقة الوطنية اللي انقدم للتحية فرقة شوية رجعت الروح في الميدان الفني ورجعت الروح في الموسيقى الوطنية اللي انه وقت اللي تلقى عن ناصر بالجودة هذيك وكل وكل اخلاق زده هذيك ويوسف تباركالعلي معنا بالحق رجعنا الفترة باهية برش فترة باهية اللي هي شنوه اللي هي فما فترة من الفترات كانت الاغنية الوطرية شوفتك رجعتك لاغنية ليام للسوفنير للنستلجي ليه والله نقولك لانه النستلجي راو ديما نقعد شوف شوية خايبة ليه بالعكس أنا نتفكر الحاجات الباهية ديما نتفكرها الحاجات خايبة هي عايش تقول الوتري من أحلى ما فما ومن أرقى ما فما كأنك تحب تقول ما غير الوتري ما هو شراقي على خطر في عيني أنا معنات نجم تجيب واحد آخر في بلاستي يقول لك الموسيقى اللي يحبها هو أحلى ما فما وأبن ما فما أنا عندي أنا الموسيقى اللي فيها فيها الأوتار تقعد ديما هي الموسيقى الحقيقية اللي لا فيها لزخرفة لا فيها لزيادة لا فيها لكاموفلاج في العالم توا اليوم ما نعيه الكمبيوتر الأوردينتور قاعد يخو بلاسته في الموسيقى هو الكمبيوتر كيما قاعد يعني في حاجات باهية كيما قاعد زادة فيه مع برش حاجات خايبة ماكش معاه دمج الموسيقى لليوم اللي تتخدم تريتيب بالانفرماتيك؟ لا أنا أنا معا أخت لي تبدأ فيما حاجة حديثة أنا معا لكن من غير ما نمسوا الحاجات خاطر في البلدان في العالم التوى وقت لي تلقى الموزيكا بتاعهم الحاجات الكبيرة ما تبدلتش المسارح متاع السامفونيات عمرهم ما تسكروا الموزيكا اللي بالكداء تقعد ديما موجودة لكن احنا جينا في فترة من فترات عملنا كل شي باش نبعدوا الحاجات اللي بالكداء ما لورزما شوهنا شكون اللي شوه سياحة ما نحكيوش في العمو الحقيقة احنا لكلنا كان جينا نعرف وشكون رو ما تعرفش ما تعرفش شنو اللي صار باش الدنيا الكل ولا تخط واحد احنا نحب وفم تجديد رو ما فماش شكال اليوم في الفن الدنيا الكل ولا تخط واحد؟ ايه فماش كون يحبي هزهل خط واحد اللي هو؟ وخط واحد اللي هو خط واحد ونوعية واحدة متاع موزيكا اللي ما تنجمش تكون واناك تشوف انت وقت اللي وقت اللي يتحددت الالوان قديش ولا تفمه شيخا متاع موزيكا وواحد يحب يسمع الغربي الاخر يحب يسمع الموزيكا البديلة الاخر يحب يسمع النسطلجيك الاخر يحب يسمعهم كلثو معناه اراه التعدد ديما فيه برش حاجات باية فاصلوا ورجعين مع غازي العيادي حفلة نهرها ثمنتا شهود حفلة تضامني مع اهلنا في تبرقة غازي العيادي محمد جبالي ونوال غشام حكينا على الموسيقى الوترية اللي هي بالنسبة ليك غازي العيادي دي ارقى الموسيقى رغم انه هدي حتى في تريت مومت اغنيتك تستعمل الارديناتور لا انا قد لك روما الحداثة ما تأثرش على حد شيء لكن على شرط انه زادة نخليه كل شيء في بلاستو خاطر زادة رو الموسيقى والوتر رو مهم جدا رو الارديناتور كله كل شيء وولينا كل شيء معناه مستغنين عليه فهما موسيقيين وفهما عاسفين عاملين ندي دكتوراه في الموسيقى معناه ناخفو معاش عاملو حد شيء نعملو بلاي وندخلو نغنيه انتي بيدك غالت تبع في الموجة رو طوف في رجعتك نعم تبع الموجة ما على شرط انه ما ننساوش حاجاتنا اللي هوم الاساسية فرقة كبيرة على المسرح حيث كون وقت اللي تمشي تتفرج في مغني احسن حاجة تشوف نومبر معناها وتشوف عدد كبير كسوسوها من الموسيقيين ولا من الناس اللي على المسرح قاعدين يعملوا في الشو معناها ما ينجمش وحد واحد ويعمل كل شيء وتطلع حاجة معاو فكرة الناس اللي تغني في الحفلات البلاي باك لا لحقيقة ما نحبش قاعدين نشوفوا فيها توفي اكثر من حتى في كتاش نجم وكونوا قبلنا نغنيوا ببلاي باك خطر احنا وقت اللي نعملوا الموسيقى كلها ذكر كلها نعملوها ما ينسوان وتطلع عنتي بارك تغني ما نعملو ايش لانه الشارم والاحلاو متاع كل شيء انك تغني مباشر والناس تسمعك بالضبط معناها في صوتك ويتبعوك وفهمها لغني ذكر واحد حتى ما ينجمش يرجع يعاود يعمل معاودة حتى كان يعمل معاودة يفوتوا معاود شيء يلقى روحوا معنى بالحق تخلي كل الروح المباشر وحدها فالمباشر نهار ثمون تشقود في حفلة تضامنية مع اهلنا في تبارقة غازي العيادي مع المجموعة الموجودة تفكروا انكم تغنيوا غنيا من بعضكم والله فكرة كنت يا ذية نجم رأي تكون فكرة والله أشوف خاطر سيفري وقت اللي تبدأ فهمة ثلة هكا من المطربين رأوا في الأخير بكل أحسن حاجة يجتمعوا وغنيوا حاجة والصورة تنجم تكون إجابة يا زيتا تعطيوا صورة للمعاظكم من نسكول صورة توي ذرلي تو نوصل للمعلومة هذية خاطر حاجة حلوة برش في الحفلة غازي العادي بجتغني من قديمك ومن جديدك وهل بجتغني الناس اللي لحد لهم اي بش نغني غنية ملحنها يانا ليش كون؟ اي مانيش نخلك عالتي نا ردها تنس تكتشف غنية ملحنها أنا ونجحة برش المطرب من المطربين لحنت للشرق ولحنت التوينسة لحنت الشيرين لحنت الراغب اي بش نغني غنية مشهورة برش لحنتها لحد نحب الناس غاديك يكتشفوها غنيتي ويشيخوا معهم هو ما يعفوش لي غنيتك لا فهم برشة ناس ما تعرفش راو فهم برشة ناس يقول لك بسعاتي يقول لي انتي هذي ار انتي هذي مثلا شكول مثلا فيش اك انو معرش انو ان الغنية ذيك انتي لحنتها لا برشة حتى من صحابي حتى من صحابي المقربين لا لا نحكي صحابي مش معروفين اخي عندي واحد من صحابي يقول لي يا غازي والله يقول لنا رو معنى انتي ذيكا عملت انتي قول لي يا رأي متاعي معنى ما هو فهم حاجة هو انا بيدي زادر فهم قلل من ظهوري برش الحقيقة انا زادر عندي يد في انو انا ياسر قليل الظهور بخلي مش بخلي لا بالكتوب بالكل اما انا مزاجي فهم بلايس اي فهم بلايس لا وبصراحة عايز نفسك تسيبها والبلايس اللي لا اكثر من البلايس اللي اي بصراحة وتقول ساعات خليني لا خير من نمشي وفي الاخر بقول شكرا بحثنا اخوي غازي لا ولا لا مش معنام مش تقليل قيمة من العباد ولا لا لا نعرفك شكرا بحثنا ربي باركلك اما ساعات تقول خويا خليني رايذ خير من لي نمشي ونروح مريف في الحفلة بشيكون ثم غناية من الحانك غنيتها لفنان او فنان غنها لي فنان معروف وارشان رغب عليهم بتاون نهارتها نتكلم قبل الحفلة كل كاسم هل الغنيات اللي لحنتم لي فنانين في الشرق كما شيرين وكما رأم ساهموا في اشعاعك اكثر غازي منها لا لا خاطر اللي غني مع عمره ما يذكر اسمك اللي غني عنده انا نية مفرتة حب كل شي ينسبل روحه تقول اللي تساهمت النجاح انا في عمر مصطفى المرة اللي فاتت فهم برشا كلام قالوا مهم جدا وساندتوا فيه مع اني معناها انا ضد ان هو عمره ذياب يكون في مختلاف خاطر عمره ذياب ضد انسان باقي برشا انا خانع عرفه حق المعرفة وبصراحة معناها ومس حق اللي هو فيه والنجاح اللي هو فيه اما سيفريل فنان ياسر اننيم معناها المطرب ما يعطيش قيمة الحاجة اللي هي جيدة ومن عند الناس مو بدعين ورأوا مش نحكي على نفسي رفهم برشا مو لحنين مهمش معروفين وموش ماخذين حقوقهم كيس اسواء لا من المعنوية ولا المادية رأوا مهم جدا انه واحد يتعب ويلقى حقه انتي في اللي لحبت لهم حتى لسم السعي بترقاه مش مكتوب انتي في اللي لحبت لهم تعتبره كذيت حظك كذيت ما تستحقه والله شو قولك لانه انا انا ماشي باسبري ومتاع مطرب متاع مغني ما غصش ياسر في الحكاية وقت اللي مثلا عجبتني الخدمة معهم لانه مصدقاء معنى نانسي بصراحة معنى اسعدتني الخدمة معها بالجداء لانه انسانة مو ميزة محترمة برشا زادة في التعامل مع ال تبقينا انا بالنسبة لي انا محسن كيش حكا لا لا وشيري نفس الموضوع وراغب كيف كيف لا والله راغب بالنسبة لي انا زادة نقول لك راهو شخصية ممتعة واللي هو فيه اسحقه لانه يظل قلبه منبعي بالجداء بالجداء اما راهو بالنسبة لي انا نقول الملحن راهو ميل خاش حقه من علاش في الغنية جديدة اللي بشي حذرها منعنش هاليا من انحانك اللي هي منعنش هو كل مرة يقول انا ابحث عن اغنية تونسية شوف راهو انا لحقيقة وللامانة راهو هو يحبي غني اغنية تونسية وراهو عندي تقريب اكثر وسيغني اغنية تونسية ان شاء الله معناها في الاخير بكل رأي سهلة سلمنا ما فهماش معناها اغنية تونسية موجودة وسهلة عنده قدك اكثر من خمسة سنين ويقول لي غازر حتى في الشرق يقول لي وينك لكن انا قدك اعملت ريبتور صغيرة مع التلحين حب غازي يغني في المسرح الغنية اجتدة مش من الهانك بالنسبة الرغب لا ما هاش من الهاني وانا توا قاعد قدك فيه رجيستر على روحي الفا مع التلحين انتي تقول انا سهمت في نشاح اغنيات من خلال الهاني معناها منتشرة ايه فهم حاجات شكونا انا سهمت في انه نشحت الغنية طيام مثلا انه النبي لو قاني نشحت برشا ايه بورتان ما تصورتش بالكل يعني نشيرين وقت اللي وقت اللي نشحت كلمتني قلت لي انت اسف منك برشا قلت لي اشوامها قلت لي لانه انا ما نجمتش نصورها ارأى اذاك الالبوم في خلاف بيني وبين روتانا ارأى اني ما نجمتش نصورها وربي سبحانه معناها بالزهر الغنية نشحت برشا معناها كانت صورة نشحت اكثر واكثر فما زاد صبرك علي ايمن لسيخ زاد كانت بداية نجم وبصراحة زاد فرحة برشا ومعناها سعادة كبيرة انه حد من المطربين الصغار اللي هو غني بالجداء والجن وتلقى انجح بغنية من اغنيك وديو معي من لسيه حلو برشا زاد زمن المصالح حلو وياسر هل معناها انت تهتم بنسبة المشاهدة في انو كونوها شوف نسبة المشاهدة ارى يتفكت شوي خلينا نحكي وتترايف في نسبة المشاهدة ارأوا نسبة المشاهدة النجم نحكي فيديو بينك و بينهي ملسي لا انا مش نحكي على فيديو نحكي على نسب المشاهدة ارأوا نسب المشاهدة ينجموا يتعاملوا بحاجات ما هيشي اخلاقية وينجموا يتعاملوا بحاجات ما همشي في المستوى رأوا رأوا ساعات نسبة المشاهدة انا انا منيش معها برشا لانو فهم برشا غنيات يتظلموا يتظلموا ياسر لانو احنا في تونس مع ناشا كل القاعدة متاعها رأوا في البلدان العربية اللي راديو يعديو في الأغاني وبالبروغرام كل الشركة تمشي عندها لغنية الفنانية دعم احنا رأوا ساعات الغنية تغبت ما تعديش في الراديوات لانو هم عندهم سكة معينة ألوركو في لبنان ولا في مصر تمشي انت للراديو تتافق انت وياه يعدي لك غنيتك لك ان فيها المقاومات انظيفة يبدأ فهم حد مسؤول ولا مستشار موسيقي معروف يقول لهم ويا ذا يرى تتعدى ما هيش مشكلة وتولي وقتها الغنية تلقى حذها انها تعديت مرة عشرة خمسة ستة ثمانية تلقى حذها بيش تمشي وتوى نحكي انا عن الليجون الصغار يخي الليجون الصغار من وقت ما تبدعت هي الديجيتال الفين وعشرة كل شيء يبدأ من الفين وعشرة فما ناس دي ريك الدخلت يلقوا رويحهم في الديجيتال احنا ديجان وقتها مزلنا نحلموا انا عملوا ليوتيوب عام الفين وتسعة في مصر وانا مزلت في مصر عملوا ليوتيوب امن ولا ما فقتش به اللي هو عندي الا في الفين وثمونتاش والالفين وثمونتاش اكتشفت وقتها اكتشفت وقتها بدت الناس وتحكي وقلت يا خينا عندي ولا ما عندي شي وتخلت تشوف ما نقيتش كيفيش نحل ومبعد كلمت صاحبي اللي حل قال لي افوالا معناها وقتها هما ديجان دخلوا كلهم في الموضوع واحنا قعدنا ياسر بيشتخلنا في الموضوع وهذا يخلي فما اسباقية كبيرة النوعية معينة متاع موزيك اللي هي جات بالضبط مع الثورة الوتري متأقلم مش متأقلم هي الوضعية هكاك الثورة جات فما موزيكة اخرى جات مع الثور اللي هو الثورة البديلة كاملة جات موزيكة اخرى والموزيكة جديدة اللي جات معولات صغار الكلهم صور انترنت قاعدين معناها دي جاء بديوا في وسط الموضوع سي نرمال انهم يكونوا يسبقوا فهمت طوى هنا قاعدين نخلتوا بترايف 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 وانا جيس بيركو بعد فترة معناها صغيرة بيش نكونوا بيش نكونوا خلطنا بقى ترايف هي غناية واحدة تترشق ترقى ترقى الناس تبات على كل الناس اللي تحب تخلط 18 شقود في حفل تضامني مع اهلنا في تبارقة تلقى وغازي العيدي موجود في الحفل هذه بالتوفيق غازي ربي معك ان شاء الله شاكر يعطيك الصحة في البرنامج احلوم تياك اللي قدش من مرة نجيه وقدش من مرة نقدم اعمالي جديدة ونقدم الخدمة جديدة برافو الموزايك اللي ديما متقلقة وان شاء الله الناس يجيوا كثير نحبهم يجيوا برشا لانه مهم والهدف باي الهدف نبيي لبرشا وزادها بشي بخوضة ربي بشي يتمتعوا بوجود خمسة من من احسن ما فهمه في السوق تحب تابعت على التلحين لكن هذه غناية من تقول انه نجحت بفضل ألحانك شيرين والنبي لو جاني نبي لو جاني